اشتركوا في القناة هو الحادي عشر تاريخيا بينهما حيث سبق وان التقى المنتخبان في عشر مواجهات سابقة تنوعت ما بين رسمية وودية كسب الأخضر ستا منها بينما انتهت الأربع مباريات الأخرى بالتعادل ولم يسبق للمنتخب الفلسطيني أن حقق الانتصار على المنتخب السعودي في أي لقاء جمع بينهما بداية المواجهات كانت في بطولة الألعاب العربية الخامسة التي أقيمت في سوريا عام 1976 وانتهت لمصلحة الأخبار بثلاثة أهداف لهدف ثم تقابل المنتخبان عام 1992 في بطولة الألعاب العربية السابعة في سوريا أيضا وتزامنت مع بطولة كأس العرب وانتهى اللقاء لمصلحة المنتخب السعودي بهدفين لهدف اللقاء الثالث الذي جمع المنتخبين كان في بطولة التضامن الإسلامي الأولى التي أقيمت في السعودية عام 2005 ويومها حقق المنتخب السعودي الانتصار بثلاثة أهداف نظيفة وفي نفس العام تواجه الطرفان في بطولة ألعاب غرب آسيا التي أقيمت في قطر واستطاع المنتخب السعودي تحقيق الفوز بهدفين دون رجل خامس المواجهات جمعت المنتخبين الشقيقين في بطولة كأس العرب التاسعة التي استضافتها السعودية عام 2012 ويومها كانت تعادل الأول بينهما حينما انتهت المباراة إيجابيا بهدفين لمثلها وفي عام 2013 تقابل المنتخبان للمرة السادسة وكانت لحساب بطولة اتحاد غرب آسيا التي أقيمت في قطر وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف سابع المواجهات كانت في رقاء ودي أقيم في الدمام عام 2014 وكسبه الأخضر بهدفين دون رجل أما المباراة الثامنة فكانت ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكاس العالم 2018 في مرحلة الذهاب وأقيمت عام 2015 في الدمام واستطاع المنتخب السعودي الانتصار بثلاثة أهداف لثنين وفي رقاء الياب الذي استضافه الساد عمان الدولي بالأردن عام 2015 كانت المواجهة التاسعة التي آلت نتيجتها للتعادل السلبي بينما كانت آخر اللقاءات التي جمعت المنتخبين الشقيقين في شهر اكتوبر من عام 2019 بين مرحلة الذهاب لتصفيات آسيا المؤهلة لكاس العالم 2022 وانتهت أيضا بالتعادل السلبي ترجمة نانسي قنقر